شاهد آخر فيديو لليوتيوبر عبود العمري قبل رحيله ووالده يروي تفاصيل الحادثة ومعلومات لأول مرة عنه أهلا بكم عبود العمري اليوتيوبر وصانع المحتوى الكوميدي الشاب أحدث رحيله أمس صدمة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاته في حادث سير وعن عمر يناهز الثلاثة وعشرين عاما ونعاه عدد من المشاهير على مواقع التواصل وتصدر التفاصيل وفاته مواقع التواصل خاصة بعد صدمة الجمهور من رحيل نجم السوشيال ميديا الشاب عن عمر يناهز الثلاثة وعشرين عاما وبعد لحظات من مشاركته لمتابعيه على انستجرام لتفاصيل رحلته مع أصدقائه لجنوب إفريقيا وكشفت التقارير الأولية عن تعرض حافلة عبود العمري لحادث مروع في جنوب إفريقيا اليوم وأصيب في الحادث أربعة أشخاص آخرين من الأردن ومن مرافق عبود العمري وتوفي الأخير بعد لحظات من نقله المستشفى وأصدرت وزارة الخارجية الأردنية بيانا ذكرت به متابعتها لتطورات الحادث ونقلها لجثمان الراحل والمصابين إلى الأردن بالإضافة إلى تواصلها مع عائلاتهم ونشر والد عبود العمري نعيا مؤثرا على مواقع التواصل بعد وفاة نجله والتي أحدثت ضجة كبيرة على السوشيال ميديا والد عبود العمري حيث قال ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره أنعي وفاة ابن الحبيب عبدالله عمر العمري الذي وفته المنية مساء اليوم إثر حادث مؤسف إثر حادث مؤسف في جنوب إفريقيا أسأل الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهمن أجميل الصبر والسلوان والسكينة إن لله وإن إليه راجعون عبود العمري مع أصدقائه قبل يوم من وفاته ونعى عدد من المشاهير الشاب الراحل عبود العمري ومنهم الفنانة ديانا كارزون والتي كتبت على حسابها بتويتر وفات الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري لا حول ولا قوة إلا بالله توفي بحادث سير بجنوب إفريقيا الله يرحمه يغفر له ويسكن فسيح جناته الله يصبر أهله إن لله وإن إليه راجعون ونشرت أيضا على الفارس نعيا على تويتر وقالت اللهم اغفر له وارحمه وعفو عنه وأكرم منزله عبود العمري وتداول متابعي وجمهور عبود العمري فيديوهات وصوره الأخيرة في رحلته مع أصدقائه في جنوب أفريقيا حيث شارك الراحل معظم تفاصيل رحلته ومنها رحلة السفير الأخيرة والتي تعرض بها للحادث ويعتبر عبود العمري من أشهر صناع المحتوى الكوميدي في الأردن عبود العمري قبل يوم من وفاته عبود العمري في صباح اليوم الذي توفي فيه عبود العمري قبل ساعات من وفاته عبود العمري قبل ساعات من وفاته وقال والد عبود العمري لرؤية أنه حتى الله تعمل السلطات في جنوب أفريقيا على إنهاء التحقيقات في الحادثة وتوقع صدور نتائجها خلال الساعات والأيام القادمة مبينا أن وزارة الداخلية وشؤون المغتربين تتابع مع الجهات المختصة في جنوب أفريقيا لنقل الجثمان إلى الأردن والكشف عن تفاصيل حادث السير الذي تعرض له عبد الله وأصدقائه وقال إن المركبة كانت تسير بسرعة عالية على الطريق السريع في إحدى مناطق جنوب أفريقيا وتابع إن معلومات وردت لهم تفيد بأن أحد إطارات المركبة قد انفجر مما أدى إلى تدهور المركبة وتسبب بوفاة عبد الله وإصابة رفاقه في السيارة بجروح بجروح مختلفة ما بين ردود والكسور مؤكدا أن حالتهم الصحية مستقرة وعن نبأ وفاة نجله في جنوب أفريقيا قال العمري الحمد لله واستشهد بالآية القرآنية الكريمة والذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون داعيا الأردنيين للترحم على نجله عبد الله وأوضح والد عبد الله العمري أن ابنه وأصدقائه كانوا قد ذهبوا إلى جنوب أفريقيا في رحلة سياحية الأثنين الماضي ولد عبود العمري الناشط الاجتماعي في الأردن عام 98 حيث نشأ وتربى لفترة هناك اسمه الحقيقي هو عبد الله العمري لكنه حقق شهر من خلال اسم عبود عبود العمري وهو الاسم الذي حقق له شهر كبير على إنستجرام حتى وصل عدد متابعي إلى مليون وثلاثمائة ألف متابع بداية شهرة عبود العمري كانت من خلال عدد من المقاطع الكوميدية التي تهدف إلى السخرية والتسلية وتم تداولها بشكل واسع وكان أول فيديو له بعمر 16 عاما تحديدا عام 2014 لكن شهرته أصبحت أكبر بكثير مع بداية عام 2015 عمل عبود العمري في مجال التمثيل حيث شارك في أعمال قصيرة برفقة زملائه ومنها الثمرة المحرمة كما شارك عبود في حمل دعاية لشركة أورانج جو ونشر عدد من المقاطع عبر حسابه على إنستجرام حيث كان سعيد بهذه الخطوة في حياته عبود العمري كان يحب السفر كثيرا وحرص على زيارة أماكن متنوعة حول العالم والتقط عدد من الصور فيها مثل باريس وسيرلانكا وجزر المالديف وغيرها من المناطق السياحية والطبيعية وكانت آخر رحلة سياحية له إلى جنوب إفريقيا حيث أوضح قبل الرحلة أنه يريد تغيير جو برفقة أصدقائه عبود العمري يصف نفسه بأنه شخص جيد المظهر يهتم بالتفاصيل جدا لكن البعض يعتقد أنه مغرور وهو أمر غير صحيح أبدا لكن لديه طبع خاص به ومختلف بعض الشيء عن الآخرين عبود العمري أيضا شخص يحب ممارسة الرياضة كثيرا ويذهب إلى الجيم بانتظام للحفاظ على لياقته البدنية كما أنه يحب تناول الأطعمة الصحية الخالية من الدهون والكربوهايدرات العالية انفصل عبود العمري عن عائلته قبل فترة على الرغم من معارضة والده ووالدته لهذا الأمر لكنه تمسك بقراره حتى يكون غريب من الجامعة برفقة شقيقه وسام ترجمة نانسي قنقر